اشتركوا في القناة 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 كان على حسب المدونة اللي كتبتها داليد هل المنزل كان في فرنسا طبعا دي فولس هتبقى خطأ ليه لأن المنزل ده موجود فين في نيزر لانس اللي هي هولندا والواحدة دي هتبقى فولس خطأ number two it's in a city it's in a city يقول لك المنزل ده موجود في مدينة city يعني مدينة طبعا برضو دي فولس دي خطأ لأنه هو أي اللي أنه هو بيت ريفي farm house ده منزل ريفي يبقى برضو number two هتبقى فولس خطأ number three dalida visited the house زارت dalida الhouse راحت البيت دوت طبعا برضو ده فولس خطأ لأن هي شافت حاجة دي عبر الانترنت number four it's ecologically friendly ecologically friendly يعني ده صديق للبيئة طبعا ديت هتبقى true صح writing a blog كتابة قلنا blog يعني مدونة write about something you like and enjoy هتكتب عن حاجة أنت بتحبها أو تستمتع بيها enjoy يعني استمتع write اكتب to your readers هتكتب لكم رائك as if you are speaking كأنك بتتكلم معهم to them use contractions use contractions هتستخدم اختصارات contractions لها الاختصارات زي I am it's دي اختصارات and the word is like awesome كلمات زي awesome رائع and call use exclamation marks exclamation marks لها علامات التعقب and emojis وبعض الرموز أو التعبيرات دي كده give your opinion ادي رائك give your opinion opinion يعني رائي and invite your readers to give theirs check that your spelling is correct check that your spelling spelling اللي هي الحروف تبقى كتبها صح spelling is correct يعني الكلمات تبقى حروفها صحيحة هنا بقى بعض الصفات adjectives adjectives يعني صفات adjectives فيه صفات positive positive يعني ايجابية وفيه صفات negative يعني سلبي اوفل هنقرأ الصفات adjectives دي مع بعض وانت بقى تحدد او تحددي ايه الصفة الايجابية وايه الصفة السلبية اوفل اوفل يعني فضيع او سيء فكتبه هنا في الايه في النيجاتيف في الصفات السلبية a noun a noun مزعج اكتبه بقى في ايجابية ولا في السلبية a noun مزعج awesome 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 رائع رائع awesome boring boring يعني ممل boring ممل funny funny يعني مضحك funny ده حاجة ايجابية كتبه هنا brilliant brilliant يعني رائع متقلق ممتاز brilliant brilliant cool cool برضو معناها رائع cool friendly friendly يعني ودود طيب friendly interesting interesting يعني شيق interesting شيق هنا هتكتب عن زي ما دالي ده كتبت مدونة عن بيت غير عادي unusual house فانت هتكتب نفس النظام او هتكتبي نفس النظام هنا بيقول لكتب ايه unusual house هنكتب عن بيت غير عادي طبعا هنبحث نعمل بحس نبحث عبر الانترنت ونشوف فيه منازل غير عادي unusual house هنكتب من 30 ل40 كلمة يعني هتكتب يعني نكتب البيت دوت موجود فين مكانه فين بعض المعلومات عن البيت طبعا رأيك في المنزل دوت change the sentence هنغير الجمل ديت into the best symbol الماضي البسيط affirmative في الاسباق هنا هو نفي هنا عمل الجملة منفية هيت I didn't arrive on time هنا بقول انا ما وصلتش في الوقت المحد عايزة اقول انا وصلت اقول I arrived on time I arrived on time شيلت didn't وخلت arrive في الماضي بقى قلت I arrived on time لان didn't بيجي معها اصل الفعل didn't بيجي معها اصل الفعل الفعل في المصدر I didn't arrive عشان انفي حاجة في الماضي فجبت didn't انا عايزة لجحها الاسبات اقول I arrived on time number two she didn't eat hair dinner هي ما كانتش العشاء بتاعها she didn't وبدل ايه تبقى ate she ate hair dinner هنا اقول they didn't go to the bitch on Sunday هنا بيقول لهم ما مراحوش الشط on Sunday يوم الحد عايزة قول هما راحهم اقول they went جوها تبقى went they went to the bitch on Sunday قولنا didn't بيجي معها اصل الفعل الفعل في المصدر go they didn't go هما ما راحوش الشط they didn't go to the bitch on Sunday عايزة قول لا هما راحهم اقول they went to the bitch on Sunday he didn't see that new movie هما ما شافوش الفيلم الجديد عايزة قول هما شافهم شاهدوا قول he saw he saw they didn't sit next to her best friend in class هي ما جلستش جنب صديقتها يبقى اقول she sat next to her best friend in class think about unit 7 unit 7 الوحدة السبعة فبيقولك write اكتب write to things you enjoyed اكتب حكتين انت استمتعت بهم في unit 7 ممكن نقول ancient Egyptian homes منازل المصرية القديمة ancient Egyptian homes وممكن اكتب upside down upside down house اللي هو المنزل المقلوب in the Netherlands في هولندا upside down اللي هو مقلوب read to things you learn اكتب عن حكتين اتنين انت تعلمتون في unit 7 تعلمنا اللي هي مثلا ال-un ال-un is a prefix بيتيجي بداية بيتيجي في بداية الجملة means ده معناها not معناها ايه دي not زي قلنا happy سعيد لو انا جبت un دي قبل unhappy هتبقى unhappy هتبقى غير سعيد اهي ال-un دي بتدينا عكس الكلمة بتدي ايه عكس الكلمة ال-un في بداية لما حطها في بداية الكلمة زي ما قلنا happy سعيد لو جبت un دي قبل happy هتبقى unhappy يعني غير سعيد rounding round disimals round disimals اتعلمنا عن تقريب الكسور العشرية تقريب الكسور العشرية